حقيقة إذا نريد أن نعرف مشكلة الكهرباء بالعراق لازم نعرف حقيقتين الحقيقة الأولى أن الكهرباء منظومة لا يمكن أن تعمل بدون وجود نظام نظام بكل شيء نظام بالالتزام المستهلكين ونظام بالنسبة للمنتجين يعني جروب واحد الحقيقة الثانية أنه العراق لا توجد فيه مشكلة للطاقة وإنما هناك مشكلة في إدارة الطاقة هذه الحقيقة لازم نخليها ببانة إذا نريد أن نعرف شنية مشكلة الكهرباء بالعراق وشنية وشلون نحلها أعلى ما وصلته وأكثر استقرار للكهرباء هو بالسبعينات والثمانينات والتسعينات هاي قمة إداء الكهرباء كان الموجود نسميه العرض ضعف الطلب يعني كان المطلوب أربعة آلاف بينما عدنا إمكانية إنتاج تسعة آلاف وخمسمائة ميلاوات الضربة أو بعد حرب الكويت تعرضت محطاتنا للقصف الجوي حوالي 250 غارة جوية على منشآت الكهرباء عموما وأدت إلى فقدان حوالي 80% من طاقة الكهرباء قبل حرب الكويت كان الكهرباء جداً مستقرة العراق ما يعرف نظام البرمجة ما يكون قطاعات الكهرباء على أحسن ما يكون وأحسن من كل دول الجوار لتحيط العراق شكراً للمشاهدة